اشتركوا في القناة في إسطنبول في زحمة سير خانقة كنت عالقة وخائفة ما إن وصلت إلى المنزل حتى دربني حدث ذلك في رمضان كنت صائمة طيلة اليوم لم أكل أو أشرب عملت طيلة اليوم حتى ما بعد الوقت ما بعد مضي وقت يمكننا فيه الإفطار ثمت وعملت طيلة اليوم عدت إلى المنزل لأضرب ركلني على الأرض وطردني من المنزل وقال لي أن أذهب إلى المسجد إلى اجتماع الصلاة لأتعلم كيف أصبح امرأة مسلمة أفضل فذهبت إلى المسجد لم يكن لدي مكان آخر كنت لم أكل بعد لكنني لم أفكر حتى بالأكل أو الشرب أنا ذاك دخلت إلى المسجد وجلست على الأرض في القسم المخصص للنساء بمفردي أمكنني أن أشعر بالألم في كل جسدي كل عظم من عظام آلمني جلست منتظرة أن يأتي الإمام ويعظ لم يكن بإمكاني أن أضع طلاء أظافر أحمر آنذاك فوضعت طلاء أظافر شفافاً قالت إحدى السيدات المسلمات أنت تضعينا طلاء أظافر شفافاً وضوءك وهذا يعني أننا قبل الصلاة نغتسل ويريد في القرآن أننا لا نستطيع تغطية جلدنا بشيء لذا فالوضوء وهو التنظيف قبل اجتماع الصلاة اجتماع الصلاة الإسلامي قد قالت إحدى السيدات أنظر إلى نفسك بعد أن ضربت ولم أكل أو أشرب شيئاً طيلة اليوم وكان هناك تجمع لسيدات كبيرات في السن وقلنا لي انظري إلى نفسك تضعينا طلاء أظافر وتظنين أن وضوءك قائم تغسلين نفسك مع طلاء الأظافر على أظافرك لن تقبل صلاتك من ثم بدأنا يتكلمنا ينظرن إلى بعضهن البعض ويتكلمنا أتى الإمام بعد ذلك وبدأ يلعن المسيحيين واليهود وكل الكفر بدأ يعدد لائحة طويلة من اللعنات الأمور التي ستحدث للمسيحيين والتي ستحدث لليهود لائحة كاملة وكان كل من في المسجد يصرخون كان الجميع يهتف وأمكانني أن أرى عروقه بارزة كان غاضباً جداً نظرت إليه للحظة وتوقفت لأنني كنت أقول آمين أنا أيضاً عندما كان يلعن الكفر كنت أقول آمين حتى في تعبي حتى وأنا مضروبة حتى عندما كنت بائسة لكنني كنت لا أزال مسلمة وكنت أقول آمين للعناته وصلواته لكنني توقفت للحظة ونظرت من حولي أحياناً أظن أنه ينبغي بنا أن نفعل هذا في حياتنا يجب أن نتوقف نحن نتحرك ونعمل بالسمرار علينا أن نتوقف ونتساءل أين أنا؟ وماذا أفعل هنا؟ إلى أين أذهب؟ بما أفكر؟ ماذا أقول؟ ماذا أخطط؟ قال الله طرقي تعلو عن طرقكم وأفكاري تعلو عن أفكاركم ومن أجل ذلك طرقي تعلو عن طرقكم بينما نسير في طرقنا وقد عتادناها هي مألوفة جداً عادية جداً تصبح ما هو طبيعي لذا إن كنتم تعيشون في اختلال يصبح طبيعياً الاختلال أصبح طبيعي لدي لأنني في الواقع مررت بطلاقين كان هذا طبيعياً الاختلال الإساءة أصبحت طبيعية أصبحت مألوفة وعندما تصبح مألوفة تمسي خطرة لأنها تعوّككم وتبقى حاضرة طيلة حياتكم تصبح طبيعية إلى أن إما تتوقفون وتنالون إعلاناً لتقولوا كلا كلا هناك خطب في هذا أو يأتيكم أحد ويقول وأنتم لا تحبون هذا هذا ليس بطبيعي ليس من الجيد يجب أن تغيروا وأن تصلحوا هذا الأمر تعاملوا معه أمام الله قد لا يعجبكم هذا لكن لا بد أن تسمعوه لا بد أن يزرع أحدهم بذرة الحق هذا فيكم سواء أعجبكم الأمر أم لا إن لم تفعلوا ستخلفون فوضى أعظم كنت جالسة في ذلك المسجد والجميع يصرخون ويصرخون ويصرخون قائلين الله أكبر وهم يرددون آمين وكل ذلك لكنني توقفت ونظرت من حولي وفكرت في نفسي هناك الكثير من العنف والكراهية والبؤس الكراهية في المسجد الكراهية في الإمام الكراهية في تلك السيدات الكراهية في المنزل والكراهية في قلبي وفكرت هناك الكثير من البؤس الكثير من التعاسى عن عمري 19 سنة نظرت إلى نفسي بهذه الطريقة وقد تعرضت للضرب وكان ذلك أمراً طبيعياً وفكرت في نفسي عن عمري 19 سنة تسألت إن كان قلبي سيجد يوماً السلام والفرح والمحبة والسعادة كانت تلك المرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى مسجد لذلك النوع من الصلاة لاحقاً ذهبت إلى الكثير من المساجد لأكرز بالإنجيل في المصر، في تركيا لكن ليس بعد لأعبد إله الإسلام أنا ذاك لم أكن مخلصة بعد بالإذن من المسيحيين لم أكن بعد قد سلمت حياتي إلى يسوع المسيح بعد لكنني قلت لنفسي لن أعود إلى ذلك المكان أبداً بعد فترة قصيرة غدرت تركيا من ثم أتيت إلى أمريكا وكنت ما زلت مقيدة وبدأت أصلي بدأت أصلي طالباً لزوج لأنني لم أكن أعرف كيف أحيا من دون رجل كنت بحاجة إلى رجل ليخبرني ماذا أفعل كان يجب أن أنتمي إلى رجل لأن هويتي كانت كنت من دون هوية لم أعرف من أنا، لم أعرف ماذا أردت أن أفعل بحياتي كنت بحاجة لمن يملي علي كنت متعلمة جداً لكن ذهنيتي ذهنية امرأة مسلمة بدأت أصلي طالباً لزوج انتبهوا لما تصلون من أجله إن لم تصلوا مشيئة الله أنتم تصلون مشيئة إبليس انتبهوا ما الذي تركزون كلبكم عليه ما الذي تفكرون به طيلة الوقت الأمر الذي ربما أصبح وثناً في حياتكم هناك من عانى من هذا في الكتاب المقدس في العهد الجديد في إنجلي يحنى الإصحاح أربعة كان يسوع جالساً قرب بئر كان في السامرة كان في السامرة حيث يحيى السامريون وهم أمميون كانوا خنازير كلاباً في أعين اليهود كانوا نجسين، كانوا غير مختونين فلم يكونوا ليأكلوا عن الطويلة نفسها لدى اليهود المتشددين لا يزال الأمر كذلك في إسرائيل اليوم لا يتكلمون إلى الأمميين ليس جميع اليهود بل طائفة معينة لا يتكلمون إلينا أنا سامرية في أعينهم وهذا منطقي تماماً بالنسبة إلي الآن إذن، آتت امرأة سامرية في وسط النهار لتستقي بعض الماء من البئر ذهبت إلى هناك في وسط اليوم أنا من الشرق الأوسط، وهذا مفهوم في الشرق الأوسط لا أحد قد يذهب، فالتقص حار، حار جداً لا يذهب أحد في وسط النهار إلى البئر ليستقي الماء لما ذهبت في هذا الوقت؟ لأن الجميع يذهب قبل شروق الشمس أو بعد غروبها عندما يخف الحر، بينما هي تذهب في خلال النهار وهو أمر غريب وهذا لأنها تريد أن تكون غير مرئية لم ترغب بأن يراها أحد لأنها كانت تشعر بعار شديد جداً لم ترغب بأن تواجه أحداً عند البئر لأنها إن ذهبت قبل شروق الشمس أو بعد غروبها أو عند البرود، ستكون كل نساء القرية هناك هناك جلس المسيح هناك ابن الله يسوع المسيح كان جالساً وهو يبدو كيهودياً لأن هذا ما تدعوه به قالت له أنت تطلب مني الماء، يسوع طلب منها الماء دعيني أشرب قالت له أنت تطلب مني؟ هذا الرجل يبدو كمعلم يهودي بكل ما فيه لا ينبغي أن يتكلم إليها حتى بالإضافة إلى ذلك حتى أهل قريتها لا يتكلمون إليها أو ينظرون بالزراء إليها وهذا هذا الرجل يطلب ماء من جراتها جراتها غير الموافقة للشريعة النجسة مؤخراً ذهبت إلى إسرائيل وأنا ساعة شاباً هو ابن معلم يهودي ليس مسيحياً بل يهودي وهو يعيش في إسرائيل ووالده معلم يهودي هو يهودي متشدد يعمل كنادل كان يخدمنا وبدأنا نتكلم عما يوافق الشريعة وما لا يوافقها وأصبحنا أصدقاء لذا في كل مرة أذهب فيها إلى إسرائيل ألتقيه هو شاب مذهل وهو يبحث هو في طور البحث ويسألني الكثير من الأسئلة وما فعلناه أنا وزوجه وأننا دعيناه هو يأتي ربما مرة سنوياً إلى أمريكا ليأتي ويبيت في منزلنا ومباشرة انتبهت قلت لا تستطيع أن تبيت في منزلنا أجاب كلا لا أستطيع سألته بسبب مسألة الشريعة فقال لا أستطيع أن أبقى في أي منزلين فيه لحم خنزير ينبغي تنظيف المنزل بحسب الشريعة لكي أتمكن ومعنى ذلك أنه ينبغي أن ترمي كل شيء لكي أتي وأبيت في منزلك عليك أن تشتري كل الآنية والمقال جديدة وتنظفيها بحسب الشريعة هذه هي الطريقة الوحيدة لآتي حتى الشراشف ينبغي حرقها فقلت له حسناً وأريدكم أن تفهموا الأمر هذا في أيامنا أنا أتكلم عن عالمنا حدث هذا منذ شهرين هذا الحديث ما بيني وبينه تخيلوا الحال منذ ألفي سنة يسوع يطلب منها الماء مباشرة من جرتها هي كالخنزيرة في نظره ليس في نظر يسوع لكن في نظر أي يهودي فقالت له هذه المرأة السامرية أنت يهودي وأنا امرأة سامرية فكيف تطلب مني لتشرب كما لو أنها تقول هل جننت فعلاً ماذا حدث لك ألا تعلم أنك يهودي هي قالت إنه يهودي لأنه من الواضح أن يسوع كان يلبس كيهودي إذن هي رأته بحلله ومنظره الكامل من السهل تمييز الناس في إسرائيل أجابها يسوع لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لتلبت أنت منه فأعطاقي ماء حياً حمل يسوع مبدأ شرب المياه ونقله من الحرفي إلى الروحي قال لو كنت تعلمين لكنت أعطيتك ماء فلا تعتشين من جديد الآن هو يربط عطشها مع ما ينقص من حياتها من ثم لاحقاً يقول لها نعم كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك لأن يسوع لمس أمراً آخر أنا كنت تلك المرأة السامرية كنت أبحث عن ما كنت أشعر بعطش وجوع نحوه كنت أخفك وأخفك وأخفك لأنني كنت أبحث عن المحبة اللامشروطة غير الموجودة لدى البشر كنت جائعة للمحبة كنت أرمي حياتي أرمي كل شيء آخر وأمسي نفاية وكأني لا شيء وأعامل كما لو أني ميت أقل من لا شيء لماذا؟ لأنني كنت جائعة وكنت عطشة كنت أحاول أن أعود نقص المحبة في حياتي بأمر آخر اليوم أريد أن أسألكم ما الذي ينقص في حياتكم؟ ما الغائب عن حياتكم؟ ما الذي تحاولون أن تعودوا غيابه عن حياتكم بأمر آخر؟ ماذا تفعلون لتستبدلوا ما تتوقون من أجله؟ هناك حتماً أمر ما لأننا نولد وفي داخلنا ميكانيكية البقاء هذه إن لم ينجح هذا الأمر نقوم بهذا وإن لم ينجح ذاك نقوم بما يليه يحدث هذا الأمر في داخلنا لدينا خطط أليف بأجيم يأتي هذا الأمر بشكل تلقائي طبيعي خلقنا بهذه الطريقة يسألني الناس ماذا حدث بعد تعرضك للتحرش؟ كيف شعرت؟ لا أعرف كيف حللت الأمر لا أذكر كيف حللته كل ما أعرفته هو أن أكمل العيش تتابعون العيش تمرون بهذه الأمور في الطفولة حتى في الرشد بعض الأمور يصعب تحليلها لكن عندما تتعرضون لصدمات نفسية وأن أتكلم إلى أشخاص الآن تعرضوا لصدمات نفسية وأريدكم أن تفهموني رجاءاً حتى بعد أن أتيت إلى المسيح ولفترة طويلة كنت أعاني من الطراب ما بعد الصدمة بعض الأمور تتطلب العمل والصلاة والعمل المتعمد تعمدوا الوصول إلى حريتكم انظروا إلى حياتكم واسألوا ما الذي ينقص حياتي وعملوا عمداً مع الله على هذا الأمر إن حاولتم بأنفسكم ستقعون في ورطة جديدة ليس بالضرورة بالعلن لكن في قلوبكم ومن ثم ستقررون في قلوبكم أنكم فاشلون في نواحي معينة من حياتكم وقد تشعرون باليأس وينقص فرحكم ومن ثم سرعان ما وأتكلم إلى كثيرين في الشرق الأوسط في أفريقيا وفي بلدان العالم الثالث حتى في أمريكا وفي العالم الغربي يمر الناس بحالات اكتئاب من دون أن يفقه هذا لا يصدق إن مررتم بفترة طويلة من نقص الفرح في حياتكم لم تشعروا فيها بالسعادة شعرتم بالخدر وفعليا شعرتم بعدم اهتمام تعرفون أنكم لستم منتجين بقدر ما ينبغي فأنتم تمرون باكتئاب من دون أن تدروا ويسوع هو الدواء إذن أنا حاولت أن أعوض بهذا الأمر أو ذاك وسرعان ما صليت مشيئة إبليس آه يا الله امنحني زوجا قابلت شابا كان تاجر مخدرات ومضمن مخدرات لكنه أراد أن يصلح حياته بأن يتزوجني كان لديه خطة وكان لدي خطة لكن لم تكن خطتنا خطة الله ونحن تزوجنا ورزقت بطفلة منه عمرها 21 سنة الآن وأضيف أنها علمة في الكتاب المقدس هي مرسلة تحب الرب وتعمل في خدمة يستطيع الله أن يغير كل الأخطاء التي صنعتموها في حياتكم إلى أمر صالح يستطيع الله أن يغير وينقل إن كنتم تصدقون أنكم أفسدتم الأمور وابتعدتم تماماً ولا رجاء لديكم فهذه أكبر كذبة من إبليس هناك دائماً رجاء لكم ربما تفكرون الآن لا سبيل لمساعدتي لا رجاء في دواء تلك كذبة من ثم واجدت نفسي في زواج موسيء آخر هذه المرة لم تكن الإساءة جسدية بل إساءة لفظية بالإضافة إلى إهمال ومخدرات والتعامل مع زوج منتش وثامل دائماً عندما كان ينتش ويثمل يتحول إلى وحش وبدأت مرحلة بؤس جديد في حياتي أنا ذاك أمس الانتحار خياراً أفضل أنا ذاك ظننت أنه من الأفضل أن أموت من أن أحيا هذه الحياة أحياناً قد تقولون حسناً قد فشلت وإذاً ماذا؟ وهناك أشخاص قصونا جداً على الأشخاص الذين فشلوا في نواحة من حياتهم حسناً أقتلون ماذا؟ قد فشلت حسناً لكن لا بد من تغيير موقفكم فشلت وأتوب وأريد أن أصلح هذا الأمر مع الله من تم أنظروا ما يستطيع أن يفعله أنظروا كيف يستطيع أن يأخذ النفاية ويحولها إلى كنز كيف يستطيع أن يأخذ الفوضى ويحولها إلى رسالة أنظروا فحسب إذ تسلمونه هذا الأمر الذي كنتم تحاولون إصلاحه فيبدأ كل شيء يتغير في حياتكم هناك نقطة استسلام أريد أن أدعوكم إليها لأنني حتى عندما كنت على شفير الانتحار وستسمعون عن هذا أكثر في الحلقة المقبلة في العيدة التالية وأنا كنت أتمنى أن أموت في كل يوم عندما أستيقظ كنت أفكر أنا حية، أنا موجودة أتمنى لو لم أكن لكن كان لدى الله خطته كان لديه خطة رائعة لحياتي ولديه خطة رائعة لحياتكم أيضا والآن، إن آمنتم معي، إن اتفقتم معي، إن صليتم معي، فستسمعونها سوف تبدأون مصيركم الجديد اليوم، الآن، مع يسوع المسيح جل ما تحتاجون لفعله هو أن تصلوا معي هذه الصلاة وتدعوا يسوع إلى قلبكم أطلبوا منه أن يكون مركز حياتكم سلموه كل فوضاكم، كل نفايتكم، كل إدماناتكم، كل تمردكم، واطلبوا مغفرته تعلمنا كتبنا المقدسة أنه عادل جدا وصالح جدا وسيأتي وسينقيكم، وسيصلحكم، وسيساعدكم لتقفوا على أقدامكم، وسيمنحكم حياة جديدة، وقلبا جديدا وإذ تبدأون بالمسير معه، ستبدأون تذوقون شيئا لم تذوقوه من قبل محبة غير مشروطة ما كانت المرأة السامرية تبحث عنها تلك المحبة غير المشروطة التي كنت أنا أبحث عنها، تلك المحبة غير المشروطة التي يبحث عنها، كل واحد منكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى